أهلا وسهلا فيكم اليوم راح ناخدكم في تغطية حق سيارة جميلة جدا ورائعة السي اس 35 من شركة شانجان طبعا شركة شانجان شركة معروفة شركة صينية من أكبر الشركات ومن الشركات العملاقة في الصين طبعا وكيلها في المملكة العربية السعودية شركة المجدوعي وكيل معروف ناخدكم الآن في جولة في هذه السيارة نتعرف عليها تعتبر السيارة الأفضل في فئتها سيارة اقتصادية سيارة شبابية تتناسب مع جميع الأعمار وخصوصا طبعا السيدات السيارة تجي 1600 سيسي 4 سلندر يعني موفرة إلى الوقود متوفرة بعدة ألوان الأبيض والأسود ومتوفر فيه اللون الفضي والدهبي والأزرق والأحمر ما شاء الله تبارك الله الألوان حقها ألوان رائعة مثل ما قلت لكم طبعا السيارة اقتصادية حسب التصنيف اللي موجود الليتر الواحد راح يمشيك تقريبا 15.3 كيلومتور خلينا ناخد نظرة الآن على مظهر السيارة من الخارج ما شاء الله تبارك الله تصميم عصري الشبك باللون الكروم تصميم جميل جدا اللحية اللي بالأسفل اللون الأسود مع اللون الرصاصي تقريبا عاطنها مظهر جمالي أنوار السيارة الأنوار حقها ليد إضاءة نهارية هذا اللي عاطي شكل السيارة فخامة وجمال طبعا وجنب السيارة جميل جدا الجنود حقها جاية بمقاس 17 المراية الجانبية طبعا فيها كاميرا وفيها إضاءة الشكل حق السيارة شكل انسيابي وجميل ورائع ومميز زوايا السيارة جميلة جدا الإصطاب عاطنها شكل جمالي ورائع جدا علامة شانجاني اللي موجودة بشكل رائع توزيعها في الجنب بالإضافة إلى العلامة اللي موجودة بالخلف أسفل السيارة مع فتحات الشكمان شكلها مرة حلو ورائع بالإضافة للإضاءات اللي موجودة نجي حق أعلى السيارة من الخلف الجناح عاطنها شكل جمالي وشكل رياضي طبعا حجم السيارة مرة عجبني خصوصا للي يحبون السيارات اللي تكون أكبر من السيدان أو خلينا نقول فئة الجيب الصغيرة للشوارع للمطبات حجم السيارة مرة حلو وجميل جدا ومتناسب لو تلاحظوا أن السيارة فيها ستة حساسات أمامية وأربع حساسات خلفية هذه راح تخدم السيارة في عملية الأوتوبار خدمة الإصطفاف الذاتي حق السيارة هذه راح نتكلم عنها في الفيديوهات القادمة تعتبر الشانجان سي إس 35 من الأعلى مواصفات والأقل تكلفة في فئتها خلينا الآن نطلع ونشوف السيارة سوا خليكم معا طبعا الدخول إلى السيارة راح يكون بنظام البصمة أو الدخول الذكي نظام التشغيل نطع البصمة يلا خلينا الآن نجرب السيارة نطلع فيها نشوفها كيف الطريق طبعا السيارة من الداخل جميلة جدا الدركسون حقها جاي شكلها رياضي تصميم عصري أنيقة السيارة طبعا السيارة مرة حلوة في الطريق حتى صوت الهوى اللي من الخارج مرة معقول يعني نظام العزل حلو طبعا شانجان ما شاء الله تبارك الله عودتنا على الجودة في الصناعة وما شاء الله عليهم رائعة ثابتة جدا السيارة خلينا الآن نجرب عزم السيارة طبعا عزم السيارة معقول جدا خصوصا السيارة 1600 سيسي ما شاء الله تبارك الله الدركسون طبعا جميل جدا أزرار اللي فيه جاية بشكل جمالي حلو طبعا التحكم في السرعة الرد على التليفون التحكم في المسجل طابلون السيارة زي ما انتم شايفين رائع جدا التصميم تصميم رياضي الإضاءات اللي موجودة فيه بشكل جمالي حلو طبعا زي ما انتم شايفين تصميم عصري جميلة جدا تصميم حقها مرة ناعم الشاشة جميلة ألوانها جميلة وزاهية خلنشوفوش فيها الشاشة فيها الابل كار بلاي وفيها البلوتوث وفيها الخلفيات ممكن تغير الخلفية همتوا شايفين نختار الخلفية هادي جميلة يا شانجان ندخل على الميديا طبعا السيارة فيها ست سماعات يعني نظام الصوتي فيها مرة قوي ومرة حلو وواضح هادي المنطقة منطقة التكيف أزرار خاصة في التكيف التحكم في التكيف كلها صاير في هادي المنطقة طبعا لاحظنا التكيف حقها مرة حلو خصوصا اليوم درجة الحرارة فوق الأربعين فالتكيف مرة حلو المقعد حق السيارة طبعا ما شاء الله تبارك الله مقعد مرة مريح تصميمه جدا رائع وعصري جاي بلونين باللون الأسود ولون البيج التطريز هذا اللي تلاحظون لو تلاحظونا عاطي السيارة أو عاطي المقعد شكل جمالي رائع جدا عجبنا التفصيل حق منطقة القير جميع جدا وأنيق طبعا هنا لو تلاحظون الـ OUX الـ USB هنا مدخل حق موفر الطاقة المنطقة حلوة منطقة الأكواب حقها الكوفي تصميم حق الجلد اللي موجود على القير عاطنها مظهر حلو الكروم اللي موجود منظره مرة حلو وهذه المنطقة حق حفظ الأغراض أو حفظ المحفظة تصميمها مرة رائع صراحة من الداخل عجبتني مرة السيارة خلينا نشوف الآن المقعد الخلفي حق السيارة طبعا زي ما أنتم شايفين التصميم حقه حلو مرة رائع والألوان والجلد عاطي السيارة مظهر جدا جميل المساحة الخلفية مرة مناسبة ومعقولة بين المقعد الأمامي والجلسة في المقعد الخلفي سيارة راحبة من الخلف خلينا نشوف شنطة السيارة حجم التخزين فيها معقول جدا تيجي فيها ستارة حق حفظ الأغراض عن الشمس أو حق تقسيم الأغراض طبعا بالنسبة للأسيات زي ما أنتم شايفين أسيات قابلة للطي لفت انتباهي موضوع التغليف هذا ما الأسطح طبعا هذا تنفيذ معرض ألماس للسيارات عن الرطوبة أسهل في التنظيف هذا كلها من تجهيز معرض ألماس وبننتقل الآن خلينا نشوف باقي التجهيزات اللي عاملينها في السيارة زي ما أنتم شايفين هذه الأرضيات كلها من تجهيز معرض ألماس تطريز وشكل جمالي وحفظ إلى السيارة طبعا يجهزون السيارة حق الأرضية حقها بالكامل طبعا الداخلية اللي شفناها الآن هي من شغل معرض ألماس الشكل المعين الجميل طبعا هذا يحافظ على السيارة وزي ما قلت لكم ممكن تجهيز السيارة بالكامل بالإضافة طبعا موضوع اللون الأسود اللي موجود على ثقف السيارة اللي عاطي السيارة مظهر جميل ورائع تصميم عصري تصميم رياضي هذا طبعا لما تأخذون السيارة معرض ألماس ممكن تطلبونها ويجهزون لكم السيارة بالكامل بصراحة عجبتني السيارة ومواصفات اللي فيها مرة كثيرة مقارنة بسعرها بصراحة أبدعت شانجان يعني من ضمن الشغلات اللي موجودة فيها فتحة السقف يا سلام يعني السيارات اللي بنفس سعرها ما تلاقون فيها مثل هذه المواصفات من أهم المواصفات اللي موجودة في السيارة الأوتوبارك خدمة الإصطفاف الذاتي للسيارة خلينا نجربها ونشوفها سوا عارف الار أبد ما يحتاج تمسك الديريكسون ولا شي حيا الآن اتصف نفسها بنفسها خليك ستوب عارف الدي يا سلام أوكي والله مريحة أبداع أبداع يا شانجان الله على الحركات أبد وكيد أصر ما أوكي بس كانت تجربتنا الجميلة والرائعة مع سيارة شانجان السي اس 35 اللي حاب يشتري السيارة أو يجربها يتواصل مع معرض ألماس وهم في فدمتكم وشكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء موسيقى